ننصفية إلى الملف السوري وهذا المستجد الفارق نوعا ما فرنسا تعرض وساطتها بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وتؤكد أيضا دعمها لهذه القوات هذا ما جاء على لسان ماكران حيث أكد الرئيس الفرنسي لوفد من قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد دعم باريس لمسعى إعادة الاستقرار إلى شمال شرق سوريا في مواجهة تنظيم داعش وقال مسؤولنا أكراد أنه عبر عن التزام بإرسال قوات إلى المنطقة ويتعرض ماكران لانتقادات في الداخل بشأن رده على عملية عسكرية تركية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وتهيمن الوحدات على قوات سوريا الديمقراطية التي كانت في طليعة استراتيجية التحالف التي تقود الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم المتشدد ترجمة نانسي قنقران